وينضم الآن إلينا من القاهرة الدكتور محمود الهباش قاضي قضاء فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني مساء الخير لك حضرة المستشار أهلا بك معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث نبدأ بالرواية الإسرائيلية اليوم والتي تحاول أن تشيعها بأن القصف أتى من جانب الفصائل الفلسطينية رغم نفي هذه الفصائل وحركة الجهاد بشكل أساسي وأنه اليوم هناك تأكيد حتى أمريكي على صحة الرواية الإسرائيلية كيف تردون على هذه التصريحات؟ بسم الله الرحمن الرحيم ليست هذه جديدة على الإسرائيليين ولا حتى على الأمريكان هم تعودوا على الأكاذيب والاختلاقات والتزوير وهذا أمر ليس جديدا عليهم الجميع يتذكر عندما اغتالت قوات الاحتلال الصحفية شرين أبو عقلة نعم وأنكرت وكذبت الرواية الفلسطينية ودعت بأن الإطلاق النار جاء من الجانب الفلسطيني والجميع يعرف ماذا كانت النتيجة وهذه المرة أيضا الجميع رأى الصاروخ الإسرائيل أو القنبلة الإسرائيلية وتضرب المستشفى على الهواء مباشرة الجميع رأىها نعم والقوة النارية التي نتجت عن الانفجار لا يمكن أن تكون إلا من الجانب الإسرائيلي نحن ليس لدينا شك إطلاقا بأن إسرائيل هي المسؤولة وبأن من وراءها وهو الولايات المتحدة الأمريكية شريك معها في المسؤولية طيب هل شراكة الولايات المتحدة بالمسؤولية كما تقول حضرتك هي ما دفعكم لإلغاء اللقاء إلغاء لقاء الرئيس محمود عباس واللقاء الرباعي أو الدفع لإلغاء هذا اللقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بكل تأكيد نحن نعرف من البداية ليس جديدا علينا الإدراك بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ترعى كل الجرائم الإسرائيلية وهي التي تحمي كل الجرائم الإسرائيلية ليس اليوم فقط خلال هذا العدوان وإنما على مر كل التاريخ كل القرارات التي اتخذت في الجمعية العامة ومجلس الأمن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذها ضد إسرائيل نعم هي التي توفر الحماية في مجلس الأمن وفي كل المحافل وهي أيضا التي من اليوم الأول أعلنت أنها ستمد إسرائيل بكل ما تحتاجه من قنابل وصواريخ وأتت بحاملات طائرات وكأنه يعني إحنا في حرب عالمية ولكن أيضا دكتور هنا كما يقول أنه اليوم عدم لقاء الرئيس الأمريكي ونعلم قدرة أمريكا وموقع أمريكا هو انتقد كثيرا من جانب الأوساط الفلسطينية والبعض وصفه بأنه قرار شعبي فقط نظرا للضغط الداخلي وليس قرار سياسي كيف تردون؟ نحن نتصرف في ضوء إدراكنا لمصالح شعبنا الرئيس أبو مازن يتخذ القرار الذي يرى فيه أنه يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني لا قرارات شعبية ولا قرارات غير شعبية نحن نعمل في السياسة من أجل تحقيق مصالح شعبنا السياسة في قناعاتنا وفي عرفنا هي كيف ندير مصالح شعبنا الفلسطيني وكيف نحقق مصالح هذا الشعب ونحن نتصرف على هذا الأساس ولسنا في حاجة إلى نصائح من أحد ليقول لنا كيف نعمل في إدارة هذه المصالح وفي تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني هل كنتم تعتبرون أن ما كان سيأتي من الجانب الأمريكي هو نصائح حول كيفية إدارتكم للشعب والدولة لا 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 علاقة لهذا بما أقول لا علاقة لهذا بما أقول نحن نعرف أنه لا يأتي من الجانب الأمريكي إلا مجرد كلام نرى أنه في معظمه ذر للرماد في العيون مع استمرار الدعم الأمريكي اللامحدود للعدوان الإسرائيلي يعني يعطوننا كلاما ويعطون إسرائيل صواريخ هذه قسم ضيزة كما يقال وبالتالي حرصنا على مصلحة شعبنا هي التي دفعتنا إلى اتخاذ هذا القرار وهي التي ستدفعنا مستقبلا الآن وفي المستقبل إلى اتخاذ أي قرار نرى فيه مصلحة شعبنا أي قرار لا نرى فيه مصلحة شعبنا لا يمكن أن نكون معه فعليا اليوم الحرب مازالت مستمرة على قطاع غزة حتى بعد قصف المشفى بالأمس الحرب مستمرة بنفس الوتيرة تقريبا اليوم ما هي الخطوات العملية التي يمكن أن تساعد المواطن الفلسطيني الموجود في غزة نحن لدينا ثلاث أولويات تحدد حراك القيادة الفلسطينية الأولوية الأولى هي ضمان وقف العدوان فورا وضمان حقن الدماء الأولوية الثانية هي العمل من أجل إيصال كل الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة من ماء وغذاء ودواء وكهرباء ووقود وكل ما يحتاجه المواطن الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر منذ 17 عاما والذي تشن عليه إسرائيل هذه الحرب الأولوية الثالثة التي نسعى إليها هي ضرورة وضع حد لأسباب الصراع المستعر والسبب الرئيس لهذا الصراع هو الاحتلال وبالتالي بدون حل القضية السياسية وإنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة لا أمل في تحقيق سلام وسنظل نخرج من دوامة عنف إلى دوامة عنف أخرى بس بنفس الوقت الآن ما الذي يمكن فعله للمواطنين الفلسطينيين بغزة الآن وهم بهكذا ظروف نحن نعمل كل ما نستطيع من داخل قطاع غزة في توفير ما نستطيع وما يمكن وما هو متوفر داخل القطاع من احتياجات لأهلنا في قطاع غزة في نفس الوقت نبذل كل الجهود مع أشقائنا في مصر على وجه التحديد ومع الأمم المتحدة لضمان إدخال الاحتياجات من الخارج التي هي موجودة أصلا في الجانب المصري من معبر رفح وفي نفس الوقت لا بد أن نشير إلى أننا سنظل نتحرك لتحقيق الهدف الأساس وهو الخلاص من الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني وإقامة دولتنا المستقلة ولقم نفس الوقت ما زالت الدعوات الإسرائيلية بالانتقال من شمال القطاع إلى الجنوب لأهالي هذا القطاع مستمرة والبعض يقول أنها محاولات لإخراجهم كليا من القطاع هل فعليا هي محاولة لذلك؟ هل اليوم نحن أمام عملية تهجير جديدة؟ لم تغادر العقلية الإسرائيلية الأحلام بإفراغ فلسطين من أهلها منذ بدايات المشروع الصهيوني وهم يتحدثون عن أرض بلا شعب لشعب بلا أرض اليوم هم يحاولون تنفيذ فصل من فصول هذه المؤامرة ولكن يقضت الشعب الفلسطيني ويقضت القيادة الفلسطينية وأيضا يقضت الأشقاء في مصر والأردن على وجه التحديد ستفشل هذه المؤامرة مرة أخرى والشعب الفلسطيني لن يخرج من فلسطين نحن لن نرحل سنظل في فلسطين نعيش فيها وندفن في أرضها إما كرماء وإما شهداء شكرا جزيلا لك ضيفنا من القاهرة دكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار رئيس الفلسطيني لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة